لمزيدا من التفاصيل عن اختحامات جيش الاحتلال لبلدات الضفة الغربية ومخيماتها تنضم إلينا مراسلتنا من رمالة أسيل سليمان مرحبا بك أسيل ما الجديد لديك وآخر التفاصيل حول اختحامات جيش الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين نعم يعني كما في كل ليلة وكل صباح تحصي مؤسسات الأسرة تحديدا عدد المعتقلين والأسرة الجدد من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية ليلة أمس كما ذكرت أكثر من 25 معتقلا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية كلها نفذت هذه الاعتقالات خلال مداهمات رفقتها تكسير وتخريب لمنازل ومتلكات المواطنين وأيضا في ذات الوقت مواجهات اندلعت بين الشبان في تلك المناطق المقتحمة وجيش الاحتلال المقتحم من جهة أخرى اعتقالات ليلة أمس أي من بين 25 مواطنا هناك سيدتان على الأقل أطفال أسرى سابقون وصحفي أو الصحفي بلال أطاول من مدينة الخليل مدينة الخليل هي في الحقيقة شهدت أبرز الاعتقالات 15 مواطنا من بين 25 ينحدرون من مدينة الخليل يشير إلى أن أغلب قرى ومركز مدينة الخليل تم اقتحامه خلال اقتحامات الاحتلال المتكررة ليلة أمس بالحديث عن الاقتحامات أيضا قرية مادم جنوب نابلس شهدت اقتحاما وسجلت تواقم الإسعاف الطبية في المنطقة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع والغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال تزامنا مع اقتحامها للبلدة وأيضا تنفيذها عدة اعتقالات في تلك المنطقة قرية صر جنوب غرب نابلس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال تلك المنطقة واعتقلت أربعة طلاب من طلبة المدارس وهم في الحقيقة في الثانوية العامة احتجزتهم لعدة ساعات ومن ثم أفرجت عنهم مرة أخرى هذه الاقتحامات باتت وطيرتها كما نعلم منذ 7 أكتوبر وطيرة متسارعة جدا ما ينقله نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرة والمحررين عن وقائع وأوضاع الأسرة داخل السجون مرعبة اليوم ذكرت هيئة شؤون الأسرة والمحررين في بيان لها أن أعداد الأسرة المصابين بأمراض جلدية معضية نتيجة السلوكيات والسياسات الاحتلال بعد 7 أكتوبر من حرمان لأدوات التنظيف أو مواد التنظيف من الدخول إلى الأقسام والزنازين وكذلك الأمر حرمانهم من الأغطية وتغييرها وتغيير الملابس أيضا وحرمانهم من الاستحمام أصبحت الأمراض الجلدية المعضية متفشية بين الأسرة خاصة مرض الجرب في الحقيقة وهناك أمراض جلدية أخرى يصاب بها الأسرة ومنهم أطفال أيضا لا يعرفون حقيقتها ولا طبيعتها لأنهم ببساطة لا يعرضون على أطباء لا يزورون عيادة السجن إلا في الحالات الخطيرة جدا جدا وفي حال زاروا عيادة السجن لا يعطون أو لا يقدم لهم إلا المسكنات البسيطة جدا لذلك هذه الحالات حالات الأمراض الجلدية المعضية لا يتم كشفها ولا تشخيصها ولا حتى علاجها في قرية أرطاص جنوب بندينة بيت لحم قاموا مستوطنون بنصب خيام لهم على أراضي المزارعين في تلك المنطقة بعد أن طردوا الأهالي من العمل في أراضيهم وقاموا بنصب خيام نحن نعلم أن هذه هي الخطوة الأولى لاستيلاء المستوطنين تحت قوة وتهديد السلاح على أراضي المواطنين يبدأ الأمر بخيمة ومن ثم بركس أو لنقل بيت حديدي صغير متنقل ومن ثم تبدأ البؤرة الاستيطانية في حال نجح المستوطنون في تحريض حكومتهم وهذا ما يحدث في أغلب الأمر حيث يبقون الأهالي خارج هذه الأرض تحت تهديد السلاح ومن ثم تبدأ آليات الاحتلال في العمل في تلك الأراضي وتجريفها ومن ثم نصب سياج حولها وقطعها وعزلها عن الأراضي المجاورة إذن هناك 25 حالة اعتقال وأكثر من ذلك في الضفة الغربية بأنحاء متفرقة الأسرى يمنعون من لقاء محاميهم ويدربون ويعذبون لمنعهم عن التعامل مع محاميهم أو لقائهم قدور فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين يقول أن أغلب الأسرى الذين يقابلونهم في لقاءات المحامين يرفضون التوجه أو التقدم بشكاوى ضد السجنين أو إدارة سجون الاحتلال كي لا يعذبوا بشكل المضاعف الأسرى الذين تم الإفراج عنهم يرفضون الإدلاء بشهاداتهم عما عشوه بالسجن أحد الأسرى عبد الباصط معطان وهو مصاب بالسرطان أفرج عنه قبل أسبوع تقريبا بعد أربعة سنوات من اعتقال إداري عفوا سنتين الاعتقال إداري بعد تجديد يعني يليه تجديد قال أنهم يعني السجنون أوهموه أنه سيتم الإفراج عنه في يوم معين أخذوه إلى نقطة عمياء أي أنها نقطة لا تتواجد فيها كاميرات في مراقبة ومن ثم انهالوا عليه بالضرب وأعادوه إلى الزنزانة مرة أخرى لذلك عندما وصل له قرار بالإفراج رفض الخروج خوفا من الاعتداء عليه مرة أخرى هذا ما يحدث في السجون وواقع أسود ومظلم أكثر هو الذي لا نعرفه ولا يصلنا بسبب منع زيارات المحامين وحتى وإنزار المحامون فليس كل ما يحدث في الداخل يستطيعون نقله إلينا أو حتى يعني إخراجه لوسائل الإعلام اليوم أيضا كانت الذكرى المئوية في الحقيقة لتشكيل وتأسيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم عقد اجتماع موسع للصحفيين تحدثت خلاله ممثلون عن الاتحاد الدولي للصحفيين وأكدوا أنهم يلاحقون أو يحاولون رفع قضايا دولية على الاحتلال ولتنفيذه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ويحاولون من خلالها أيضا وقف العدوان على قطاع غزة من رام الله مراسلتنا أسيل سليمان كنت معنا شكرا جزيلا لك